مساء الخير عندما تولى عبد الرب منصور هذه الرئاسة عام 2012 أصبح أول رئيس جنوبي يحكم من صنعه وكان يدرك أن هذه السابقة ستكون مليئة بالكثير من التحديات والمخاطر تم اختياره لفترة مؤقتة لكن هذه الفترة المؤقتة مددتها ظروف مستجدة حتى إشعار آخر لم يمتلك هذه عندما أصبح رئيساً أي قاعدة حزبية أو شعبية أو عسكرية ولا حتى قاعدة قبلية وعندما اندلعت الحرب وجد نفسه عاجزاً عن إدارتها بالجيش الوطني الذي ورثه وهو جيش في أغلبه ضمن قوائم وهمية وما تبقى منه متعدد الولاءات ثم فشل هادي في بناء جبهة سياسية موحدة ضد جماعة الحوثيين الانقلابية الفشل الذي جعل اليمنيين يدفعون ضريبة مكلفة جداً حتى اليوم منذ البداية كانت الدائرة المحيطة بهادي مثيرة للكثير من الجدل والشكوك ووجهت أكثر من مرة اتهامات لأطراف في شرعية هادي برعاية الإرهاب وبالعمل سراً مع الحوثيين وباتخاذ سياسة العقاب الجماعي ضد المواطنين في المحافظات المحررة نكاية بالخصوم اليوم يعتقد عدد غير قليل من اليمنيين بأن هادي هو الرئيس الأضعف في تاريخ رؤساء اليمن وأن شرعيته مختطفة وبأنها باتت تشكل جزءاً من المشكلة وليس الحل السنوات الثمانة التي انقضت منذ تدخل تحالف دعم الشرعية في اليمن نيابة عن حكومة الرئيس هادي شهدت هذه السنوات إخفاقاً تلو الآخر على مختلف الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية ونتيجة لتلك الإخفاقات لا تزال شرعية هادي التي تعمل من المنفى إلى حد كبير بعيدة عن تحقيق هدفها المتمثل بالعودة إلى صنعاه وباتت دعاوها بامتلاك الشرعية المحلية ضعيفاً أكثر من أي وقت مضى فيما سمرت جماعة الحوثيين بترسيخ سلطة الأمر الواقع في الشمال مسلطة سيف الإرهاب ومستغلة ضعف شعبية الشرعية ورئيسها من جانب آخر تم تحدي سلطة هادي في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية بالاسم في عهد الرئيس هادي انهارت العملة على نحو غير مسبوك وأصبح مصير أكثر من عشرين مليون يمني مرتبط كلياً بالإعانات الخارجية للبقاء على قيد الحياة كما أصبح اليمنيون أكثر تدمراً من الحاضر وأقل تفاؤلاً بالمستقبل وفي عهده أدخل اليمن تحت الفصل السابع من دون هزيمة الإنقلابيين وفيما ينهار كل شيء تحت سلطة الحوثيين وإرهابهم الواسع لم يتحسن أي شيء تحت سلطة شرعية هادي ولم تتحقق أي إنجازات حقيقية باستثناء تحرير المحافظات الجنوبية من الحوثيين إرهاب الحوثي وضعف الشرعية يسيران جنباً إلى جنب في نكبة اليمن هكذا يعتقد البعض لكن هل من الإنصاف تحميل شرعية عبد الرب ومنصور هادي كل مسؤولية التدهور فمهمة أي رئيس في إدارة بلد في وقت السلم ليست بالأمر السهل فما بالكم أن يكون هذا البلد هو اليمن وأن يكون ذلك في زمن الحرب وأن يكون تحت تأثير عوامل خارجية كبيرة أكبر كثيراً من قدرة اليمنيين على تجاوزها بوجود جماعة الحوثي الإرهابية يصبح وجود شرعية حكومة هادي أمراً مهماً للغاية مهما كان الموقف منها وعلى الرغم من الضعف الواضح لأداة هادي والفساد الذي يلف شرعيته إلا أن حكومة الشرعية وليس حكومة الصنعاء هي الممثل الشرعي للشعب اليمني في نظر المجتمع الدولي لكن هناك اعتقاد متزايد بأن الفترة القريبة القادمة قد تشهد تعديل وضع الرئيس هادي ووضع الشرعية برمتها بناء على ضعفها وفسادها وانعدام شعبيتها إلى حد كبير وبالطبع حجم الأزمة الإنسانية فهل ستكون الظروف ملائمة لهكذا تغييرات؟ ربما لكن السؤال هنا ما الذي سيجعل هادي يقبل طوعا بانتزاع أو بتقليل صلاحياته؟ ولماذا سيوافق على تقبل حقيقة أنه رئيس عاجز عن إدارة البلاد؟ التسليم بالحقيقة والامتثال للأمر الواقع ليست من صفات رؤساء اليمن على وجه التحديد فلماذا سيكون هادي مختلفا عن سابقيه؟ وللحديث عن هذا الموضوع دعوني يرحب ضيفنا من المنامة البحرين وكيل وزارة الخارجية السابق مصطفى النعمان مساء الخير أستاذ مصطفى النعمان مساء الخير أستاذ ودي برأيك لماذا ما زالت شرعية الرئيس عبد الربو منصور هادي ضعيفة؟ والبعض يقول أنها غير موجودة أصلا هذه الشعبية يجب أن يكون معلوما للجميع أظن أن الكل يعرف هذا أن شرعية الرئيس هادي التي كانت مستمدة في فبراير 2012 من الاستفتاء الذي جرى وأدل فيه المواطنون بأصواتهم فيما بعد بعد ما بدأت الحرب أصبحت شرعيته مرتبطة بالقرارات الدولية وبالقبول الإقليمي أكثر منه بالقناعة الشعبية وأنت كما تفضلت في مقدمتك أن الرئيس هادي رغم أنه لم يكن له قاعدة حزبية أو قبلية أو مناطقية إلا أنه كان في نظر أقوى رئيس دولة في تاريخ اليمن يحظى بدعم شعبي مهول نسبة التصويت له كانت مرتفعة برغم أن الجنوبيين لم يصوتوا في ذلك التاريخ لكن على أقل كنسبة مشاركين كان لديه أكبر نسبة من الدعم الشعبي كان لديه دعم إقليمي عظيم كان لديه دعم دولي غير مسبوك لرئيس دولة إلى الدرجة التي انتقل فيها مجلس الأمن الدولي لأول مرة بكامل أعضائه إلى صنعاء لإبداء ثقتهم في الرئيس هادي دعمهم للرئيس هادي ودعمهم للشرعية التي يقف على رأسها للأسف الشديد كل هذه العوامل لم يستغلها الرئيس هادي أنا لا أدري هل هو كان غير راغب في المنصب من بدايته لكن طالما أنه قابل وتحمل المسؤولية كان علي أن يستغل هذه العوامل لبناء قاعدة شعبية مش له هو للشرعية الجديدة التي جاءت بعد استقالة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح لم يفعل رئيس هادي والذي صار في يناير 2015 عندما احتجزه الحوثيون في منزله واحتجزه الأستاذ خالد بحا في منزله وعدد من الوزراء كانت في تلك اللحظة هي تراكم لما حدث في سبتمبر 2014 عندما استسلم الجميع لقوة الحوثيين وبطشهم ووقعوا معهم جميعا ما سمي في حينه وثيقة السلم والشراكة الوطنية طيب فيما بعد 21 يناير عندما احتجز الرئيس هادي ثم بعد خروجه من أسره وهروبه إلى عدن ثم الهروب التالي الذي هرب فيه إلى الرياض عبر صلالة عندما وصل إلى الرياض وقامت عصفة الحزم لاستعادة الرئيس هادي هنا في رأيي أنا وهذا كلام قلته أكثر من رأينا هنا بدأ الخلال الخلال اليوهري والخلال الذي أصاب الشرعية في مقتل لماذا؟ لأن الرئيس هادي عندما وصل إلى الرياض لم يتفق مع القيادة السعودية حينها على ما هي مسؤولية كل طرف من الأطراف ما هي واجباته كل طرف من الأطراف تولت قيادة التحالف المسألة العسكرية برمتها ثم عقد اتفاق ما سمي في حينها في مؤتمر الرياض في أبريل 2015 بعد قيام الحرب وأسس ذلك لتثبيت الرئيس هادي كرئيس للدولة إلى أن يقضي الله أمره هذا هنا الخلل الرئيسي الذي أطال سبب الحرب أنه لم يكن هناك تفاهما بين الحكومة بين الرئيس هادي وقيادة التحالف لمعرفة ماذا يجب على كل طرف أن يعمله وما يجب على كل طرف أن يقوم به هذا من جانب التحالف لكن تردد بين اليمنيين موضوع هروب هادي من صنعاء غير معروف أن هذه الرواية صحيحة أن الحوثيين لو أرادوا الاحتفاظ بهادي لأحتفظوا به بصنعاء ولم يكن قادر على أن يتحرك شبر واحد ولكن بإرادتهم هربوه هربوه بإرادتهم لأنه يعرفوا أن هذا الرجل هو أفضل من يكون في رأس الشرعية فخلوه يروح أنا رأيي في الرئيس هادي ومش في الرئيس هادي كشخص أنا كشخص أحترمه لكن أنا أتكلم كأداء أنا انتقدت أداء الرئيس هادي من اليوم الأول لكن مسألة كيف خرج من صنعاء هذه مسألة لا يعني مسألة نظرية في النهاية افتراضية افتراضية لا أحد يعلم بالضوت وقل لنا نتساءل وأنا سألت كثيرين من الذين خرجوا مع الرئيس هادي من عدن فيما بعد الكل أنكر معرفته كيف خرج من صنعاء لكن هو إذا كان الحوثيين عندهم شيء من الذكاء السياسي وهو ليس موجودا كان عندما قدم استقالته لو أخذوها لمجلس النواب كانت انتهت هذه الإشكالية كلها لكن تركوه في منزله إلى أنا لا أعرف تفاصيل ولا أستطيع أن أبني تحليلا على فرضيات ليس لدي مفهوم لكن بالنسبة لما يحصل بالنسبة لهادي والملتفين من حوله الذين أضعفوا الشرعية وليس لهم شعبية لا شمالا ولا جنوبا لا غربا ولا شرقا جاءوا من عباءة النظام نظام علي عبدالله صالح وما يحصل ما حصل للشرعية بعد ذلك كان متوقعا جاءوا من نظام فاشل ومستمرين من عباءة من تحت عباءة نظام أداق اليمن الويل أكثر من ثلاثين سنة فإيش النتيجة المخلص هذا شيء طبيعي أنه يحصل صح أنا أتفق معك أنه في بدايات حكم الرئيس هادي من 2012 إلى 2014 كان يحكم بأدوات الرئيس السابق على عبدالله صالح هذا كان واضحا للجميع لكن ما حدث بعدها ونحن نشهد الآن يعني ليس هناك أحد في مجلس الوزراء من الذين كانوا في عهد الرئيس السابق ليس أحد من قيادات الجيش الكبار أغلبهم صاروا مع الحوثيين ليسوا متواجدين صحيح في وزير الدفاع من بقايا النظام السابق لكن هؤلاء كلهم مقتنعون بأنهم يحاربون عدوا واحدا والحوثي والتحالف مقتنع بهم والرئيس هادي هو الذي أصدر بهم قرارات هذا لا يعني أننا نخفف العب أو نخفف المسؤولية عن الرئيس هادي الرئيس هادي بصفته رئيسا للدولة هو الذي يتحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية في كل ما يدور داخل هذا البلد لأنه لم يحسن الاختيار حتى الذين اختارهم بعد خروجه من صنعا ثم عدن لم يكن اختيارا جيدا الدائرة المحيطة بالرئيس هادي ليس لديها أي تجربة سياسية سابقة تعينها على إدارة مرحلة هي من أهم مراحل التاريخ اليمن الحديث حول الرئيس هادي أيضا الرجال استفادوا من غيابه وأفسدوا ونهبوا المال العام والأعيب أن هناك تعاملات تجارية بينهم وبين جماعة الحوث في صنعا يعني كل هذا الرئيس هادي يتحمله لكن لا أستطيع أنا أيضا إنسانيا أن أحمله كل العب وأن أنف العب عن الآخرين الذين عملوا معه يعني هو مسؤول صحيح لكن وماذا عن الباقيين لماذا لا تلقى المسؤولية على بقية أجهزة الدولة التي لم تصنع شيئا منذ أن خرقت في 2015؟ أين هم؟ لماذا لم يعودوا؟ كل هذه تكتمل بتوجيه الاتهام للرئيس هادي بأنه صاحب تتحمل المسؤولية الأولى في هذا البلد ومسؤولية كل ما يدور فيه حاصل بالفترة الأخيرة رجعت على السطح أخبار مسربة تقول بأن هناك توجه من قوى إقليمية ودولية لإعادة تقييم الشرعية وربما إحداث تغييرات فيها هذا يتزامن مع مشاورات في عمان ومشاورات قادمة أو اجتماعات قادمة في الرياض وما إلى ذلك ما الذي يجري برأيك؟ وأنت دبلوماسي وربما سمعت شيء حول هذا الموضوع طبعا كلنا سمعنا هذه الأخبار ليست أخبارا مؤكدة وأنا اتحدث مع عدد من المسؤولين الغربيين وطرحت هذه المسألة مسألة تقليل صلاحيات الرئيس هادي ثم توزيعها أنا في رأيي أن هذا الأمر لن يعين على إصلاح الشرعية هذه كلام فيه نوع من الخفة السياسية إذا جئت أنا بخمسة أو بستة يكونون مساعدين للرئيس هادي أو ما يسمى أعضاء مجلس رئاسة كيف سأوزع المسؤوليات بينهم؟ ما هو الأدور التي ستناط بكل واحد منهم؟ هل يستطيعون البقاء في الداخل لإدارة أمور الدولة؟ المسألة يا أستاذ وديع والحكمة العربية تقول أن تجربة المجرب نقص في العقل يعني نحن الأشخاص الذين تلاك أسماؤهم اليوم هم جزء من نظام الرئيس هادي الذي تشكل بعد 2015 يعني كل الأسماء الذين يتنافسون للوصول إلى هذه المناصب الجديدة هم لا يبحثون عن دور وطني لأداء مهمة وطنية هم يبحثوا فقط عن دور سياسي استطيعوا به أن يحموا مصالحهم وبالتالي أنا أرى أن الحديث عن تقليل صلاحية الرئيس هادي ونائبه وتوزيعها على مجموعة أخرى من السياسيين الموجودين حاليا يعني الذين نعرفهم بالإسم يعني مسألة فيها عبث وفيها مضيعة وقت وفيها نوع من الخفة السياسية إن أرادنا إصلاح الشرعية كما يقال إن أرادوا إعادة إصلاح الشرعية فيجب عليهم استبعاد كل هذه الطبقة السياسية التي ظارت على السطح بعد 2015 هناك من اليمنيين من يستطيعون أن يديروا هذا البلد بصورة أكثر كفاءة وأكثر نزاهة وأكثر قربا من المواطنين لكنهم ليسوا فاسدين ولهذا تم استبعادهم برأيك لماذا اختار هذه علي محسن الأحمر الرجل يعني مثير للجدل خلنا نقول مثير للجدل ما نقول كلام أكثر هو شوف كل اختيارات الرئيس هذه عليها علامات استفهام لماذا استبعد الأستاذ خالد بحاح هذه علامة استفهام لماذا أتى بالدكتور أحمد بن دغر هذه علامة استفهام لماذا أقال أحمد بن دغر وحاله للتحقيق علامة استفهام المشكلة جاء بمعين عبد الملك سعيد بغير إرادته هنا نحن نعرف ثم عاد تعينه بغير إرادته يا أخي الكريم المشكلة في الرئيس هذه أنه لا يستشير أحدا هو يتخذ القرار في ضمن دائرة ضيقة جدا وربما تكون أضيق مما يتصور الكثيرون ويتصرف على أساس أنه صاحب الحق الأوحد يعني هل عندما اختار رئيس وزراء أول ثم ثاني ثم ثالث ثم كرره هل اجتمع بمستشاريه ليطرح عليهم ما يدور ثم يقول لهم الله نحن يجب أن نتشاور من هو الرئيس الحكومة القادم هل عندما اختار رئيس وزيرا للخارجية يا أخي في عاد الرئيس هذه سبعة وزراء للخارجية اليمنية هذه لم تحدث في التاريخ سبعة يعني كيف هل استشارى أحدا هل يعلم أحدا لماذا اختار سين من الناس لهذه الوظيفة أو صاد من الناس للوظيفة تلك مشكلة في الرئيس هذا أنه لا أحد يعلم ما هو منطق أو المنطق الذي يستخدمه لاتخاذ قراراته هو يتخذها بمفرده أنا لا أتصور أن أحدا يعرف لماذا استبعد بحاح أو لماذا أتى ببندغر ثم لماذا أغاب عنه بندغر كلها قراراته وقرارات غامضة وقرارات غير مفهومة أطلاقا ومن ضمنها قرار علي محسن هل أراد أن يربك المشهد وهذا أحد النظريات أنه أراد أن يقول إذا أغبت أنا فأمامكم علي محسن طبعا فيه كثير من اللغط حول شخصية اللواء الفريق علي محسن وحول دوره فيه لغط كبير عنده في الجنوب بالذات فيه كثير من المواطنين لا يرون فيه شخصا مؤهل لأن يكون بديلا للرئيس هادي طب لماذا أتى به الرئيس هادي أنا في رأيي وفي ما أنا معتقد به أنه أراد فقط تعقيد المشهد على محاولات تغييره يعني إذا غيرتوني أنا أمامكم علي محسن هذه هي القصة ببساطة وتردد يعني طيل الفترة الماضية تردد بأنه كان يتردد بأن الشرعية مختطفة مختطفة برأيك أنت إيش رأيك يا مصطفى النعمان هل مختطفة بإرادة هادي أو مختطفة رغما عن إرادة هادي لأنه ممكن يكون متفق متفق مع اللي اختطفوا هذه الشرعية أنه بينهم حسابات أنا على يقين ما يقال أنها مختطفة فهي مختططون بإرادته هو الذي يعيش يا أخي ما كنا نتكلم قبل قليل عندما السبع دخلت بحاح واذا آت بأحمد بن دغر ألم يكن ذلك بإرادته عندما أقال أحمد بن دغر فجأة وحلال التحقيق ألم يكن ذلك بإرادته فالرئيس الذي يستطيع أن يقيل رئيسا للحكومة ويبعده ثم يعيده رئيسا لمجلس الشورى ثم لا يتشاور معه في أي شيء أنا لا أستطيع أن أقول أن هذه الشرعية مختطفة هو قادر ولكنه مرتاح بهذه النظرية أنه أنا لا أستطيع وبالتالي لا تلوموني ولا تلقى عليها بالمسؤولية كيف لا ألقى عليك بالمسؤولية أنا لا أفهم أن هناك شيء اسمه شرعية مختطفة إلا بإرادة الرئيس هادي ومعرفته هو الذي يصدر القرارات هو الذي يعين هو الذي يبعد هو الذي يقترح ما حد غيره يقترح أسماء ولا غيره يقترح قرارات يمورية ولا غيره يعين سفره هو الذي يعينهم وفي حال أنهم وفي حال أنه غير قادر فهذه مصيبة أقصد أنه إذا كان إذا كان إن كنت تدري فالمصيبة أو إن كان لا يدري فالمصيبة أعظم يعني إذا كان هو فعلا مختطة فتلك كارثة كبرى عليه وأنا لا أريد للرئيس هادي أن أكون في هذا الموقف مصطفى النعمان وكيل وزارة الخارجية شكرا للمشاركة معنا في هذا الموضوع شكرا لك من المنامة بعد الفاصل تقرير للجنة الدولية للصاليب الأحمر يتحدث عن أطفال اليمن خليكم معنا كشفت اللجنة الدولية للصاليب الأحمر الدولي عن تزايد معدلات الإصابة بسوء التغذية بين الأطفال حيث تلقى ما يزيد على 56 ألف طفل تحت سن الخامسة العلاج خلال العام الماضي قالت مراكز صحية يمنية تدعمها اللجنة الدولية للصاليب الأحمر إن حالات الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد تواصل ارتفاعها مبينة أن من بين ما يزيد على 56 ألف طفل تحت سن الخامسة تلقوا العلاج في العام الماضي كان أكثر من ربعهم يعاني من سوء تغذية حاد في حين كان أكثر من 4500 طفل مصابا بسوء تغذية وخيم سيما من بين النازحين كثير من الحالات الاتصال للمستشفى يعني الأمانة حالة سوء تغذية يعني ما بين الوخيم والمنتوسط كذلك بنسبة للنازحين يعني النازح لا يستطيع أن يتوفير لقمة العيش ويتوقع أن تتجاوز حالات الإصابة بسوء تغذية الحاد هذا العام في الأطفال من حديثي الولادة إلى عمر خمس سنوات مليونان ومئتان وخمسين ألف حالة وفي الحوامل والمردعات أكثر من مليون حالة وذلك بسبب ضعف استهلاك الغذاء وعدم مقدرة الأسر على تحمل تكلفة نظام غذائي كافي لما نستقبل هنا نستقبل أحيانا أطفال يعني حالتهم مسيئة جدا الظروف المادية الله الواحد يحصل قوت يومه يعني أني يشتغل يحصلها قوت يومه اليوم يعني ما مش عامل حساب لا أنه يمكن يمرض فقا يمكن معاه عملية فقا يمكن ظروفهم صعبة جدا بدورها تدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر فحص الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية المتوسط ومعالجتهم بالأغذية التكملية الجاهزة للاستعمال وتعمل على توفير الأدوية والمواد الطبية للحوامل والمساعدات الإغاثية للسكان المقيمين في مناطق المواجهة والتي تعطرت فيها الأسواق وتدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أنشطة كسب العيش كالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وتدعم موادرات المشاريع الاقتصادية الصغيرة المتنوعة وذلك بهدف تحسين التنوع الغذائي والوقاية من زوء التغذية الحاد والمزمن كما دأبت اللجنة الدولية على دعم 83 مركزا للرعاية الصحية الأولية ومستشفى في جميع أنحاء البلاد بالأدوية والمعدات الطبية وبشكل أكثر تحديدا في محافظات تعز والحديدة وأصعدة وما زالت النداءات مستمرة النداءات المنظمات الدولية تابع للأمم المتحدة وغير الأمم المتحدة بشأن أطفال اليمن تحذر وما إلى ذلك ولكن هناك من يقول بأن هذه التحذيرات بشأن الخطر المحدق بأطفال اليمن كل هذه التحذيرات تذهب سدى دكتور وليد البكيلي معي هنا في الاستيديو وهو استشاري في طب الأطفال والأسرة مقيم في الهند مساء الخير دكتور وليد أبس النور أخي العزيز أهلا وسهلا فيك وشكرا للاستضافة نسمع تقريبا بشكل دوري يعني ممكن كل أسبوع في منظمة معنية بالأطفال أو ما إلى ذلك بتحذر أن الوضع أطفال اليمن في وضع سيء وما إلى ذلك الأمر ما زال مستمر وضع الأطفال في اليمن يزداد سوءا والتحذيرات مستمرة ما الذي يجري برأيك؟ حقيقة اللي يجري في اليمن هي أحد أكبر الكوارث الإنسانية في العالم حقيقة التحذيرات هذه هي تحذيرات لم تأتي من فضاهية فعلا في واقعنا المرير المتواجد في اليمن الحرب المنسية التي أنا أسميها الحرب التي تحمل في خلفيتها كارثة إنسانية لم ينظر لها العالم بعين الجدية كما يجب أن ليش برأيك ما ينظر لها بعين الجدية؟ والله حقيقة كما يبدو أنه القانب الإنساني الذي ينظرها للعالم إلى اليمن ما هوش بالمستوى الذي يجب أن ينظر كما نظرت لها في أوكرانيا كما نظرت لها في بعض مناطق الحروب الأخرى لم يعطى لليمن حقها الحقيقي في التعامل معها ككارثة إنسانية كبرى التي تحملها الآن هي الكارثة الأولى في العالم ولكن حسب المنظمات المعنية التي يتحذر بشأن أطفال اليمن وضع أطفال اليمن هل ترسم صورة مبالغة أم بالفعل وضع أطفال اليمن سيء ويسوء أكثر؟ لا لحقيقة وضع أطفال اليمن سيء وسوء إلى الأكثر أنت تتكلم على حسب التقارير والأرقام المتواجدة من اليونسف من كذلك الأمم المتحدة أنت تتكلم على نصف الأطفال في اليمن تحت الخمس السنوات هم يعيشون حالات سوء تغذية حاد أنت تتكلم على النصف يعني 2 مليون فاصل 2 مليون ومئتين ألف طفل يعانوا من سوء تغذية حاد أنت تتكلم على بلد تم قتل فيها أكثر من 10 ألف ومئتين طفل منذ بداية الحرب يعني هذه الأرقام التي إحصائيات رسمية ما بالك التي غير رسمية وربما تكون أكثر نعم تكون أكثر بكثير أنا أتكلم لك على الأطفال أنت تتكلم على بلد التعليم شبه منتهي قطاع الصحة يشتغل 50% وهو متهالك كذلك أنت تتكلم على بلد تعتبر رقم واحد في القوع الآن وشحة الموارد المائية الصالحة للشرب عن بلد تعيش حرب عن بلد تعيش تشريد لا تعليم مرة قرأت تقرير دكتور وليد أنا قرأت تقرير تأثير سوء التغذية بالأطفال ومستقبل نموئهم يعني فيه دكتور متخصص أجنبي كان قال أن الطفل قبل عمر 6 سنوات لو كان يعاني أو 5 سنوات لا أعرف تحديدا لو كان يعاني من سوء تغذية حاد فإنه هذا يؤثر على عقله لما يكبر يصير نسبة دكاؤه أقل بنسبة 30 أو 40% عن أقرانه إلى جانب ذلك أنه سوء التغذية ممكن ننتج لك حالة تقزم يعني يكون كبير في الأمر ولكن متقزم وسبب هذه سوء التغذية يشرح لنا أكثر يعني إلى هذه الدرجة صحيح نعم صحيح تقزم وتخلف عقلي صحيح نموء المخ نموء القسد يعني حياته الطبيعية إذا تعيش طفل يعاني من سوء تغذية حاد أكيد بيعاني من أمراض متكررة أمراض مزمنة يتعرض للإصابات هذا اللي نجح يعني نعم حالات الوفويات تكون أعلى نسبة الذاكرة والتركيز يكون أضعف نسبة التعليم بنعكس عليها أضعف حياته لك مجتمعية وبيئته بتكون غير طبيعية مقارنة بالأطفال اللي عايشين في بيئة أفضل بتغذية أفضل شرب مياه صحية أفضل أكيد الفونديشن في بناء أي مجتمع هو الطفولة هو الطفولة لا يمكن أن تبني مجتمع صحي إلا بطفولة صحية حسب الصور هذا العدد الكبير نصف أطفال اليمن نصف أطفال اليمن قلت تحت خمس سنوات يعانوا من أمراض لها علاقة بسوء التغذية معظمهم في المحافظات الشمالية أغلبها في المحافظة الشمالية مثل نتيجة الكثافة السكانية هذا واحد لك نتيجة كذلك التفقير مثل الحديدة وتعز وحقة وصعدة العدد هناك من الأطفال اللي يعانوا من سوء التغذية هي الأعلى في اليمن مقارنة في المناطق الأخرى حصل من قبل حسب مصادر تاريخية في تاريخ اليمن كانت فيه فترات تاريخية متفاوتة حصلت فيها مجاعات في اليمن خاصة أكثرها في المحافظات الشمالية ولدت حتى في المناطق الوسطى تعز وإب وما إلى ذلك ولدت أعراض منها مثل تقزم أيام الإمامة وقبل وما إلى ذلك عمليات سوء التغذية الآن تتكرر ونحن في القرن الواحد والعشرين مصيبة زارت أنجلينة جولي لو تتذكر اليمن وبدأت من عدن تابعت هذا الأمر؟ أنا تابعت نعم أكيد تقول بتأثر في المجتمع الدولي بشأن الطفال اليمن؟ بيسمع صوتها؟ والله حقيقة أنا كانت من ضمن أسعد الناس أن أرى شخصية مثل أنجلينة جولي تزور اليمن أقل حاجة أقل حاجة تسلط الضوء شوية عن القطع الجغرافي المهملة المنسية في العالم هذا وهي كانت من ضمن الإيجابيات أنها عادت لفتة العالم إلى اليمن ورسلت رسالة وكانت رسالتها في تويتر رسالة رائعة أنكم أنتم صحيح أنكم إنسانيين وقيشتم المجتمع الدولي لبعض مثل أوكرانيا والمناطق هذه واليمن وهي سبع سنوات بلد بنسي الأطفال تموت المجتمع في هذا الشهر تبدأ السنة الثامنة ونادت أن العالم لازم ينظر إلى اليمن لازم حرب اليمن تتوقف ولازم المجاعة هذه تنتهي ولازم الطفولة تعود لها طفولتها وإنجلينا جولي ممثلة عالمية محبوبة على نطاق واسع وكونها تزور اليمنيين وتنقل تجربتها فاليمنيين محضوظين بهذه الزيارة نعم صحيح محضوظين جدا نوجه كمان إلى النجوم يعني ريت كمان النجوم العرب الموجودين المشهورين رسالتنا لهم هذه لازم يزور اليمن يعني شفت كيف وخاصة أن المجتمع الدولي الآن مجهول بأوكرانيا للأسف ومنسيين كثير ومنسيين جدا أنه موضوع اليمن ينسى فبارك الله بإنجلينا جولي الله يبارك فيها أكيد يعني طيب الأثر من أمثالها يعني فأنت الآن يلا أنت الآن يعني إيش أكبر مخاوفك في الفترة القادمة بخصوص الأسر والأطفال في اليمن أنت الطبيب متخصص في الأسرة والأطفال نعم طبعا أكيد المخاوفة الأساسية التي أنا أتخوف منها أن تستمر الحرب أكثر تستمر الحرب أكثر معناته تفقير أكثر معناته سوء تغذية أكثر معناته أمراض أكثر معناته تشرد أكثر معناته دخول في نفق قد يكون يعني مظلم زيادة المعاناة لمجتمع قدو متهالك يعني اقتصادياً في دمار كبير في النسيق الاجتماعي في أطفال كثير تشردوا توقفوا عن التعليم محرومين من المياه الصالحة للشرب محرومين عندهم سوء تغذية محرومين من الخدمات الصحية خوفي أن تستمر هذه الحرب أكثر ما رح يستطيع أن تطول الحرب أكثر لأن كونة السمر أكثر معناته معاناة أكثر كارثة أكثر نحن الآن 50% من نسبة عدد الأطفال تحت خمس سنوات يعانون من سوء تغذية حاد يعانون من أزمات صحية حادة النصف الآخر ممكن خلال سنة سنتين أو ثلاث سنوات يدخل ونصبح بلا مستقبل أكثر العالم لازم ينظر لليمن إلى أنها أكبر كارثة إنسانية واليمنين أنفسهم يجب أن ينظروا إن مجتمعهم ماشي في التهالق ما أحد منتصر حتى اللي بنتصر في الحرب على هذه الكارثة هو ليس منتصر لازم انتصروا بالسلام السلام لازم يعود لليمن دكتور وليد البكيلي شكراً للمشاركة معنا في هذا الموضوع شكراً لك شكراً مشاهدين بهذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من قضائنا شكراً لبقائكم معنا نلتقى في الأسبوع القادم إلى اللقاء